مرحبا برج الجدي اهلا فيك في قراءتك العام الشمس اتضحت عندك الامور بينك وبين نفسك صرت عارف خلا شو مهي الطاقة اللي طالع منها هذا الكرت سقط كرت الفول المشاغب المخاطر اللي مستعد يقفز من اعلى التلة وهذه ايضا الكرت رقم صفر البدايات الجديدة ولكن اشوف هني طريقة التصرف بلا هدف او التصرف اللي عفوي بزيادة تتصرف بدون ما تحسب حساب خصوصا لما يكونوا الاشخاص اللي انت قاعدت تتعامل معاهم جدا حساسين وجدا صارمين يحسبون لكل خطوة حساب انت تتصرف شوية بعشوائية ولكن الحمدلله ان انت خارج من هذي الطاقة ما هي طاقة المستقبل طاقة المستقبل ثلاثة السيوف طاقة اللي راح تحتاجها اربعة الاخصان اهني انكشفتلك امور نعم يا برج الجديد ولكن محتاج مش دائما نقول النية مش دائما تكون مقام العمل عند الله هي في مقام العمل ولكن عند البشر حسابك معاهم يختلف كأنما هني انت نويت ان تسوي شي نيتك كانت خير ونيتك طيبة في مجال العمل في مشروعك ولكن اشوف كأنما هني الاخرين سيفسرونها تفسير خاطئ فكون حذر لازم انت تكون واثق وين تضع خطواتك وكل خطوة شون السبب وراها وراح تأثر على من عشان ايضا ما حد يقدر يتصيد عليك اي اخطاء النتيجة ملك الاكواب شخص عارف نفسه واثق طبعا الملك هي طاقة نضوج لما تصل الى مستوى الملك معناته انك متأكد وواثق وايضا تكشف النواية بهاي الطاقة رح تستطيع انك خلال هذا الشهر تكشف نواية الاشخاص اللي حولك خصوصا في مجال العمل ومجال التجارة رح اوضح الحين الكرتات عشان تكتمل عندنا القراءة الشمس الخماسي الصغير اما انه ستأتيك اخبار انزين اشوف هني اوضاعك المالية في تحسن مستمر وان كان بطيء مش سريع ولكن وجود اربع الاخصان هني يقولك ان هذا التحسن او النمو يعتمد عليه افضل من ان تقوم بخطوات كبيرة ماديا او حتى في الحياة العملية وبعدين انت ما تقدر نفسك تتأقلم لا تنسى عندنا ملك الاكواب طاقة التأقلم فهذه هي الرسالة لك نعم خطواتك الصغيرة ولكن الثابتة هي الطريق الصحيح لك خلال هذا الشهر حتى ان كان في الدراسة اذا ما شفت مثلا معدلك ونتائجك قاعدة ترتفع بشكل سريع هذا ليس مؤشر سلبي بالعكس مؤشر جدا ايجابي ويعتمد عليه ما هو الا البداية عزيزي لتحقيق الاساس او النتيجة اللي تطمح فيها من اجل نفسك خلا نوضح كارت المشاغب او الاحمق لما اقول احمق معناته هذا الشخص مستعد ان يقفز من اعلى التلة معناته اشوف انه طاقته شوي سلبية لما اقول انه مشاغب او مخاطر معناته اني اشوف الجانب الايجابي من الكارت هذا تمبرانس بالضبط لازم توازن ما بين القلب والعقل لازم توازن قراراتك تصرفاتك اهني يقول لك فكر قبل ما تتكلم فكر قبل ما تتصرف وان كانت نياتك طيبا فلما قلت لك يا برج الجديد في اخرين كأنما يتصيدون عليك الزلة او سيسيئون تفسير تصرفاتك في الفترة القادمة احتمال هني اشوف ايضا عندك حسد يحسدونك برج الجديد هو من الابراج اللي دائما يكون متوجه نحو تحقيق الاستقرار المادي لنفسه وللاشخاص اللي يحبهم في هذا الكارت قاعدة اشوف الاشخاص اللي يحبهم انت تصرف بدافع من اجل ان تحقيق لهم هاي الرخاء المادي انزين فهني يقولك او حتى تبهر مثلا لو كان دراسة معناته تريد ان تبهر او ترضي عنك الاهل والعائلة اهني وازن قراراتك خلا نشوف من هؤلاء الاشخاص اللي يتصيدون عليك او يحاولون هم في حقيقة نفسهم يحسدونك او كي ممكن اشخاص يكونون عندنا هني برج القوس الابراج النارية واضحة طاقتهم كارتين يخصون برج الاسد عندنا هني برج القوس ممكن ايضا نكون حمل ممكن ايضا نكون حمل شفت هذا الشخص شلون قاعد يروض الاسد اشوفهم هني اشخاص يريدون ان يفرضون سيطرتهم عليك يملكون عليك شيء تكون ان دائما محتاج لهم بسبب ان مسكوا عليك شيء في محيط العمل يتصرفون ان او هم قاعدين يساعدونك ولكن يدخلونك في متاهة يدخلونك في مشكلة عشان اهم يطلعونك منها لو كان مثلا في محيط الدراسة هؤلاء الاشخاص يعطونك الاجوبة او يهمونك باجوبة خاطئة عشان بعدين تريد تحتاج لهم يدخلونك في نوع من الدوامة يريدونك دائما ان تكون محتاج لهم احنا نعرف برج الجدي من الابراج الاكثر الاستقلالية اللي بالعكس الناس يعتمدون عليهم هم لا يعتمدون على الاخرين عندين؟ نوضح اربع الاخصان عشرة السيوف كأنما هذا الكرت قاعد يقول لي ان انت منتبه في محيطك العملي حتى اذا كان عندك مثلا بزنس انت مريت بالكثير من الصدمات الخبرات التجارب انت هالوقت اللي برج الجدي فيه كان غير ناضج وغير واعي انت جدا واعي وان كنت تتصرف بشكل عفوي لكن انت جدا واعي عندك الخبرة اللي تحتاجها ملكة الحكمة التجارب المؤلمة هني هي اللي خليتك تصل او ستصل الى مستوى ملك الاكواب طاقة الملك ليست بالشيء الهيئن ليست بالشيء الهيئن ليش؟ خصوصا هني لما يكون الملك ذكي عاطفيا الماء ايضا يرمز الى الذكاء العاطفي لما يكون فيه اشخاص اعرف ان يضمرون لي شرا ولكن استطيع ان اتعامل معهم لان هذا هو الشيء الذكي استطيع اتعامل معهم على اساس اني ما اعرف نيتهم اتجاهل نعم يا برج الجدي التجاهل هو الحل الافضل لك من اجل ان تأمن شرهم وفي نفس الوقت اتحقق لنفسك هذا النمو اشوفه هني جدا جميل نمو مادي ولكنه جدا ثابت بشكل يومي بشكل شهري بشكل سنوي هاي النوع من التطورات المادية اللي رح تأتيك في الطريق ما تتوقف وما تنقطع تكون صغيرة ولكن ثابتة نوضح اخر كرت ملك الاكواب وما تتوقف عشرة الاخصان كلها نهايات كلها نهايات عشرة الاخصان معناتها راح هني شوف مو قلت لك انا راح تكشف نواياهم لفترة ما انت كنت كأنما تلوم نفسك في وضع عندك في العمل في وضع عندك مادي قاعد تلوم نفسك لان التطورات فيه ليست كما يجب هذا في الماضي ولكن انت حين ستمر بمرحلة تكتشف فيها الحقيقة تكتشف هني الحقيقة ايضا الشمس تكتشف الاشخاص على حقيقتهم تعرف فهني راح تطلع والحمد الله من طاقة اللي تلوم نفسك برج الجدي كفير التفكير لما فيه شخص يزعل منه او هو يزعل من شخص ظل يعيد ويزيد ويفكر ويفكر ما يتوقف عن التفكير وهو يسمونه دائما البرج الترابي اللي يتصرف كبرج هوائي طاقة العقل وهذه طبيعتك دائما انت اللي تحمل المسئوليات ويعتمد عليك ولكن في الفترة القادمة ستتحرر او على الاقل ستتوقف عن ان تلوم نفسك لانها ما ادري هني احسك ستدرك ان انت ما تقدر تتحكم بنوايا الاشخاص ما تقدر تتحكم فيه هني برج الاسد هي طاقة التحكم الشخص يروض الاسد من اجل ان يتحكم فيه ما تقدر تتحكم بشخص ممكن برج هوائي ادركت انه ما تقدر تتحكم فيهم فراح تتقبلهم على طبيعتهم سواء الظاهر منهم وايضا الباطن من نياتهم طاقة جدا جميلة طاقة تقبل الواقع واضل اركز في نفسي اضل وان كنت عند الكثير من المسئوليات المادية انا عارف ان الاموال القادمة في طريقي رح تساعدني رح تأتيك مساعدة ما رح تضل تحمل هذا الحمل لفترة طويلة لوحدك رح تكون الاموال كأنما تخفف عنك هذا الحمل شيئا فشيئا العشرة هي دائما النهايات وصلنا الى رقم النقوج ومستعدين الى البدايات الجميلة الجديدة رح ننتقل الى القراءة العاطفية طبعا هذه القراءة العاطفية رح تكون عامة مش مخصصة مثلا لمرتبطين او منفصلين واتمنى اني اسوي لكم ان شاء الله قراءة عاطفية مفصلة في شهر يونيو غير عن هذه رح ننظر هنا بشكل عام الى وضعك العاطفية برج الجدي هل هو كما وضعك العملي فيه نموف فيه تطور فيه تقبل وانكشرف لحقائق او الكرت العالم اما انت او الشريك الشريك ما يرغب بالرحيل عنك ولا انت حتى ولكن فيه رغبة هني للسفر رغبة قوية طبعا كرت العالم يتكلم دائما عن ان احنا نختم مرحلة معينة بنجاح وفيه اربعة الابراج الرئيسية برج الثور برج الاسد برج العقرب رمزهني النسر ولكن هذا هو برج العقرب وهذا برج الدلو احتمال انك تتعامل مع شخص من احد الابراج الرئيسية اللي بعدها عشرة السيوف شريكك مش انه استسلم او انه متمسك يحتاج الى مثل العطلة عطلة يفكر فيها عطلة مخطط انه يبتعد من اجل ان شوي يرتاح او يكتشف كأنما لان اشوفه هني هذا الشخص حاول ان يتفهم معك يتواصل معك ولكن ما وصلت الى نقطة التقاء في وجهات النظر ثلاثة السيوف مرة اخرى في مصاعب في طرف ثالث من جانبك او من جانبه هو اللي مسبب هذا ال الالم او هذا النوع من النهاية فما باقول لك هني النهاية لان قلت لك هذا نختم مرحلة معينة نختم مرحلة الالم وعدم التفاهم مش معنات انه ما في طريق لك في المستقبل معاه هذا الشخص ملك الارض هذه هي طاقتك اشوفك هني كأنما عندك شوي نوع من اهو لافقة ولا انه حتى تمني عندك احساس داخلي قوي اذا كان موجود هو صحيح اذا ما كان موجود فانتبه لهذا الاحساس عندك احساس ان هذا الشخص مهما ابتعد مهما انفصلته مهما انه الموضوع بسبب مش قادر يتحمل مصاعب العلاقة ولكن سيرجع لك في شخص دائما مهما ابتعد في رحلته وانتقل الى بلدان عديدة انت على باله مجرد يريد شوي ان يأخذ متنفس خلا نقول ورح يرجع لك وانت وافق اهني اشوفك تضحك تعرف انه بينك وبينه فيه فيه تواصل غريب عجيب انت فاهمه وهو فاهمك حتى لوك ما كان فيه بينكم تواصل حالي اربع الاخصان هل قاعد تخطط للارطباط او تحاول ان تراضي اذا انت كنت الرجل فالطاقة لك ان تحاول تراضي الشريك عن طريق ان تفتح موضوع الالتزام الارطباط الزواج نفسه اذا كنت انت الجدي المرأة فاشوفه هني طاقتك الطاقة تقول لك ان هذا الشخص مهما ابتعد عندك طير عندك شخص يحب الحرية عندك شخص يحب انه يتجدد ما يظل مستقر انت هنا عندك طاقة الاستقرار ابقى في مكاني انتظر الشخص هو يرجع لي هذا الشخص اشوفه مسافر او يريد مخطط انه يسافر اوكي ومشغول في نفسه حاليا ولكن اعرف انه الاساس اللي تملكه انت جدا مغري بالنسبة له انت تجذبه تجذبه وشلون تجذبه هذا الشخص عن طريق استقرارك طاقة الدفء طاقة الحنان طاقة اللي انا راح اظل موجود من اجلك وما راح اصدك يوم من الايام لان دائما ملك الارض هو الشخص المعطاء اللي ما يرفض لنا الطلب اللي يعطينا الغالي والرخيص عرفت؟ فعطائك اللي محدود هو اللي راح يكون يخليك مختلف في نظر الشريك انزين؟ من اجل انه في النهاية دائما راح يرجع لك كأنه هني اشوف الطاقة برج الجديش قلتلك انت اللي تتحمل العب عندما يفشل الاخرون في حملة فهني لما هذا الشخص الغريب العجيب ما حد قدر يتحمله راح يكتشف هذا الشيء طريقته الخاصه ما حد يقدر يتحمله غيرك انت راح في النهاية يتذكرك تجي على باله ويرجع لك راح احين نوضح الكرت هات هذا الكرت الامبراطوره ممكن انك تتعامل مع ميزون ايضا هذا الشخص دائما يبحث عن فرص افضل اللي تتعامل معه شريكك دائما مش فقط يبحث عن فرص افضل دائما يعتقد ان عندما يرحل راح يلاقي شخص افضل علاقة افضل زواج افضل عطاء افضل على الجانب الاخر ولكن راح يتعلم او يعرف الحقيقه بالطريقة المؤلمة ايضا انقلب فارس الارض كأنما ايضا هاي الطاقة اشوفها تختلف باختلاف الجنس اذا انت الجدي المرأة فالشريك راح يكون مستحي من تصرفات الماضية معاك السابقة ورح شوي شوي يحاول ان يتقرب منك بحذر من دون ان تحس حتى بخطوات تجاهك اذا انت كنت الجدي الرجل فكأنما انت هنا احس ان شريكك هو اللي وضع رجل على الارض وقال لك اذا الامر من راح تمشي حسب تقديري حسب مزاجي حسب المفروض ما اترىش ان dieser شخص يريد ان تمشي الامر بطريقة الخاصة اذا الامر من راح تمشي بطريقة خاصة لان انت يا برج الجدي وعمل تملك الكثير وعندك استقرار ولكن ما تعطيني كفايا وقت جهد ما تعطيني كفايا اما تصير الامر حسب مزاجي اما اني هذا الشخص يقولك ثلاثة سيوه عشرة الاكواب اشوف ان اللي بينكم زعل زعل و مختلفين على حقيقة المشاعر اللي بينكم الاكواب هي طاقة المشاعر هنا لما اشوف الاكواب مصفوفين كلهم فوق معناته مسمى العلاقة عندكم اختلاف على اجراءات العلاقة حتى يعني لو كنتوا حتى متزوجين تختلفون على اشياء تفاصيل خصوصا شركك يدقق فيها وهذا تكون سبب الزعل و الانفصال و المشاكل مثلا اذا انتوا في علاقة هذا الشخص يأخذ كلامك بحذافيرة لو قلت له مثلا احنا اصدقاء يزعل ممكن ايضا للعكس هذا الشخص او هو اللي يقول لك احنا اصدقاء انا لا اريد الارتباط انا اريد ان ارحل اسافر اعكس الطاقة ولكن هنا اشوف مسمى تختلفون على ماذا تسمون الاشياء شنو نوعية العلاقة شنو نوعية عطائك انت له او عطائه حتى هو لك اذا كان هو الرجل شنو نشوف كرت ملك الارض الكوب الاول هذا الشخص يشوف انه انت مثل ما قلت لك عندك القدرة على العطاء ناضج تملك الاموال ملك الارض عندك الاستقرار وتقدر تعطيه ولكن ما يحس انه انت انت هنا قاعد تعطيه حب مشاعر هذا الشخص يقول لك المشاعر ما اقدر امسكها في يدي طاقة الماء ما تمسك في اليد ابي شي ثابت مستقر ابي كلمة ابي وعد ابي انك فعلا تتقدم لخطبتي ابي تثبتلي ان انت تحبني بطريقة جادة نتزوج نرتبط تبتدي تسوي الامور او ترتب حياتك على حسب احنا شلون نتفق تعاملني كشريكة ما تخبي عني الامور تشركني في حياتك هنا نتكلم عن الشراكة نفسها اشلون قاعدة تصير هذا هو سبب الاختلاف ولكن مثل ما قلت لك هذا الشخص احس انه مهما بتعدت عن بعض في النهاية بينكم طريق وان كان في المستقبل اخر كرت هذا الكرت سقط هذا الكرت طبعا بدون اسم هنا تقريبا صورته تشابه صورة طاقة السولميت توأم الروح ولكن العدد طيور اللي موجود فوق سبعة سبعة هو رقم الانتظار مثل ما قلت لك بينكم طريق في المستقبل بينكم قصتكم هنا لم تنتهي لم تنتهي لم تصلوا الى خاتمة القصة او الحكاية ابدا توكم في بداية الطريق اشوف انه بسرعة يعني ابتدت علاقتكم بسرعة انجذبته لبعض ولكن من دخلته في العلاقة بسرعة ايضا تكركبت الامور صار فيه اختلافات كثيرة بينكم على شلون تمشي العلاقة بينكم واحد مثلا يقول للثاني انت ما تتصلي كفاية انت ما تهتم كفاية انت ما حسك جاد معاي كفاية انت جاد في الحياة جاد في الاموال ولكن مش جاد معاي اهني في النهاية في التقاء في طريق ولكن عندنا سبعة سبعة معنات ان الامور رح تأخذ وقت عشان تمشي حسب مزاجك ومزاج الشريك قراءة جدا جميلة يا برج الجديد خلا نشوف ما هي الاقبار القادمة في طريقك مثل نتائج الفحوصات مقدم على قرض مقدم على مشروع تطلب الحصول على تأشيرة من اجل الهجرة خلا نشوف اول كرت ملكة السيوف دلو ميزان جوزاء تسعة السيوف ثمانية الاكواب الخماسيين ملكة الاكواب ملكة الاكواب انت او حتى الشخص اللي قاعد تحاول ان تحصل منه على الموافقة هو شخص ظاهرة جاف ولكن داخله انسان مخذول انسان مخذول هنا يقول لك انت اللي لازم تاخد طاقة ملك الاكواب انت اللي لازم تستوعب هنا يقول لك لا تحكم على الشخص بمظهرة انت اللي لازم تستوعب مع من ومع شنو قاعد تتعامل يعني مثلا لو قدمت على طلب الاستمارة نفسها طويلة الاشتراطات نفسها معقدة ولكن اذا جيت تنفذها رح تلاقينها سهلة اذا جيت تقدمها رح تلاقي في تعاون الامور ليست كما تظن الامور اسهل مما تظن من ناحية الامور اللي تحاول ان تقدم عليها نعم في الكثير من الاشتراطات لدرجة انك هني قاعد تفكر في الاستسلام ما ينفع ما ينفع ما ينفع اساوي كذي ما ينفع اساوي كذي ولكن يقولك لا عليك فقط ان تبتدي تاخذ جرب حتى على الاقل جرب من اجل التسلية لا تاخذ الموضوع جد فقط جرب انك تقدم او تقبل على هذا الشيء اللي انت تريد ان تحققه اقبل عليه النتيجة رح تكون او الحل لمشكلتك الرد على طلبك رح يكون جدا اسهل مما تتصور هنا عندنا الملكة الشكاكة ننزل تعتقد ان هذا الشخص هؤلاء الجهة رح يطلبون منك الكثير نعم ولكن اثناء المعاملات نفسها رح تكتشف انه فيه طاقة تعاون من جهتهم وان كانوا هني شكلهم جاف فيه تعاون من جهتهم هني كأنه ما يملكون سمعة سيئة ولكن بالعكس لما تتعامل معاهم رح تلاقي انه فيه تعاون من جانبهم وفيه حتى استثناءات رح يسوونها من اجلك انت معاهم بغض النظر هم شلون يتصرفون مع الناس الاخرين ولكن معاك انت بالذات رح يكون تعاملهم جدا مرن ومريح خلا نشوف ما هي الرسالة التحبيرية لك او التنبيهية خلال شهر يونيو وشهر ستة هذا الكرت ضر The Metal King عشرة اتكررت عندك العشرة وهي النهايات نختم مرحلة معينة بنجاح وصلنا الى نهاية مرحلة سواء كانت صعبة او جميلة بغض النظر وصلنا الى ختام Metal King هو ملك المعادن هو تقريبا مثل هو خليط من ملكة السيوف وايضا ملك السيوف ملك المعادن يتكلم لك عن الانضباط armor الدرع اللي يلبسها و boundaries الحدود اشوف ان هذه رسالة عاطفية لك اكثر من انها عملية هؤلاء الاشخاص مرحلة اشوفنا احنا من شوي ان عنده كارد الرغبة في السفر الرغبة في ان يغير شويه من من جو الاختلاف اللي بينكم عنده رغبنا يسافر من اجل عطلة او يرحل شويه مؤقتا وجود هذا الملك هذا الملك يشابه طاقة ملكة السيوف اكثر ملك المعادن ملك عندما يقرر شيء ما يحب انه اي احد يقف في وجهه او طريقة ولو جرب احد يقف في وجهه تشوف منظره جاف لو جرب احد يقف في وجهه راح يقطعه بالسيف فهني تشوف شان الطاقة لك النصيحة ان تأخذ طاقة المياه طاقة الانسيابية الامتصاص تمتصل غضب تمتصل جروح تمتصل الالم من هذا الشخص تحتذر ايضا طاقة الاعتذار ولكن هذا الشخص يشوفه اللي في بالك خصوصا اذا كنتو متبعدين او زعلانين لحد الان يشتاقلك دائما الشخص الجاف ترى لازم تعرف انه ما صار جافي لانه داخله قلب جدا حنون وطيب وانخذل كثيرا ولكن هذا الشخص يفكر فيك كثيرا وانت تطري على باله ولكن لحد الان مش مستعد للرجوع الى العلاقة وان يعطيك فرصة ثانية فكأنما النصيحة لك ان لا تستعجل في رجوعك خلال هذا الشهر لا تنسى ان اطلع لنا هنا من شوي فارس الارض وهو الفارس البطيء الفارس الحذر اللي يرجع بحذر بهدوء حتى الشريك ما يحس انه رجع لحياته هذه هي النصيحة التحذيرية لك ورح اسحب لك طاقة الحيوان اللي رح تحتاجها خلال شهر يونيوم باترفلاي الكثير من الطاقة الهوائية باترفلاي عنصرها الفراشة عنصرها هوائي مثل ما قلت لك النصيحة اللي تحتاجها الطاقة هي طاقة الانتقال الفراشة تمر بمراحل كثيرة مراحل كثيرة ولكن كل مرحلة ما تطول معاها وايد كأنما هنا يقول لك انت لازم شوي في الوقت الحالي نعم ما تقترب من الشريك ما تقترب من الاشخاص اللي مستعدين على طول ان يسحبون السيف عليك تكون حذر حذر ولكن في نفس الوقت لازم تلهي نفسك لان اذا ما الهيت نفسك بامور ثانية رح اضل اتفكر في هذا الشخص اشوفه جدا ممكن يكون برج هوائي هني عندنا الطاقة المائية عقرب حوت سرطان وعندنا ايضا طاقة الابراج الهوائية ميزان جوزاء ودلو لازم انت ايضا تشتت نفسك ليش لان اذا طاقة حتى في التخاطر ان دائما تفكر فيه ما قاعد تعطيه الحيز الكافي ان يتشافه ويتعافه ويكون مستعد عشان يرجع مستعد ينسى الماضي ينسى الالم ينسى عدم التفاهم اللي صار بينكم لازم تعطيه حيزة واذا كان هذا يخص معاملات رسمية فهذا الشخص قتلك رح يساعدك خذ منه الامور اللي تحتاجها في المعاملات الرسمية خلي تعاون معك اسمح له ولكن لا تطيل معه الحديث لا تطيل معه التعمق في العلاقة لا تتعمق مع الاشخاص اللي بينك وبينهم معاملات رسمية في الفترة القادمة هذه هي الطاقة اللي تحتاجها عزيزي برج الجدي هذه كانت قراءتك الجميلة قراءة شهر يونيو اتمنى لك التوفيق وشكرا